بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب العزاء في مقرر machine elements design 1 بنبدأ شابتر جديد ويتكلم عن screwed joints او وصلات القلاووز المين طابتس اللي هنتكلم عنها اول حاجة thread definition او تعريف بتاع القلاووز تاني حاجة advantages and disadvantages المميزات والعيوب النقطة اللي بعد كده thread terminology او المصطلحات اللي احنا بنستخدمها في القلاووز بعد كده forms of screw threads او الاشكال المختلفة لأسنان القلاووز بعد كده common types of screw fastening نبدأ مع بعض التعريفات اول حاجة عندي ايه هو screw thread ايه هو القلاووز القلاووز ده عبار عن ايه it is formed by cutting a continuous helical groove on a cylindrical surface معنى الكلام ده ايه؟ معنى ان هو مجرى مفتوح حول محيط استوان بالشكل اللي احنا شايفينه يعني مثلا اللون الاخضر ده بيبين المجرى بتاعي على محيط استواني طيب في عندي منه انواع عدة فيه single thread وفيه double وفيه عندي ممكن يبقى triple او quadrable وده احنا single thread ده بيسموه single start له فتحة واحدة بس او سنة الاغوز واحد double thread بيبقى له فتحتين double start وبالتالي triple وquadrable نفس الايه الرقم لما بيكون عندي single single بيبدأ من اي مكان اما في double بيبدأ لو بدأت واحدة من هنا يبقى تبدأ التانية من هنا لو في الثلاثة يبقى يتوزع على تلتمية وستين درجة مقسومة على ثلاثة لو اربعة يبقى تلتمية وستين درجة مقسومة على اربعة يبقى تسعين درجة يبقى كل مكان من دول بيبين بداية لمجرى مستقل بذاته امثلة على الكلام ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده ده اللي هو single start اللووز له مجرى واحد المجرى عندي هنا بتمشي على المحيط بالشكل ده كده اما في حالة double start المجرى الاخضر متظلل والمجرى التاني غير مظلل والتنين مستقلين عن بعض الحالة التالتة ممكن يبقى عندي مثلا four start او اللي هو بنسميه quadrable ادى مجرى ادى واحد اتنين تلاتة اربعة اربع مجاري مستقلة بذاته طيب انا بيجأل الكلام ده امتى او بيفيدني في ايه بيفيدني في ان اللفة الواحدة من القلوز اللي هو single start بتساوي قيمة اللي هي الخطوة اللي هي من نقطة على سنة الى النقطة المماثلة لها على السنة التالية اما في حالة double start بيبقى التقدم بتاعي اللي هو الليد اللي هي لفة واحدة من القلوز او من مصمار القلوز تساوي اتنين او ضعف البتش او ضعف الخطوة كذلك الليد في حالة ال quadrable او four start بيساوي اربع اضعاف التقدم هنا وده طبعا انا بحتاجه في بعض التطبيقات ان انا الف لفة واحدة فيتقدم الشيء ده بقيمة كبيرة بعض التعريفات الاخرى عندنا اما القلوز اما بيكون right hand او left hand right hand بيحصل امتى لما يكون الاسمبل لما تلف القلوز في حالة التجميع clockwise direction و left hand thread لما تلف بيحصل لما عملية الاسمبل نفسها تلف في اتجاه ال counter clockwise او عكس اتجاه عقارب الساعة وده احد التطبيقات اللي التجمع ما بين الاتنين في عندي قلوز يمين وقلوز يسار right hand و left hand لما بتلف الجزء الاطار الخارجي ده بالشكل ده كده اما ان هو بيتباعد الاتنين دول هنا كده او بيتقارب لو عكست الاتجاه ده طبعا اه تطبيق اسمه turn buckle وده بيجمع ما بين النوعي طيب في عندنا برضو بعض التعريفات اه امتى اقول على الاكسترنال thread لما يكون المجرى على السطح الخارجي بالشكل ده كده اما لو كان على السطح الداخلي هنا ده بقول عليه ايه internal thread يبقى الاكسترنال thread اه ده بسميه اه او قلوز على السطح الاستواني الخارجي والانترنال على السطح الاستواني الداخلي ونكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة